لتصريح له قال وزير الخارجية الصيني وانغ يينغ إن علاقات بلاده مع روسيا هي الأكثر أهمية ووصفها بأنها صلبة كالصخر ودعا أيضا إلى حل الأزمة الأوكرانية الروسية بالحوار إن تطور العلاقات الصينية الروسية لهم منطق تاريخي واضح وديناميكيات داخلية قوية فالصداقة بين الشعبين متينة للغاية وآفاق التعاون بين الجانبين واعدة وبغض النظر عن مدى سوء الوضع الدولي ستحافظ الصين وروسيا على التعاون الاستراتيجي وستدفعان باستمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة في العصر الجديد وبالنسبة للأزمة الأوكرانية فإن حل المشاكل المعقدة يتطلب الهدوء والعقلانية بدلا من تأجيج النيران وتفاقم الصراع والصين تعتقد أنه من أجل حل الأزمة الحالية يجب علينا الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان يجب على جميع الأطراف الالتزام بالحوار والمفاوضات لحل النزاعات بالوسائل السلمية يجب عليهم التركيز على الاستقرار طويل الأمد للمنطقة وإنشاء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة خلال مؤتمر صعفي جمعه بوزير خارجية لتوانيا هاجم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصين واتهماها بعدم اتخاذ موقف حاسم تجاه ما وصفه بانتهاكات موسكو في أوكرانيا بلينكين أضاف أن واشنطن تدعم حلف الناتو في مواجهة روسيا وأتعهد بتعزيز الجناح الشرقي في مواجهة روسيا موسيقى 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 من جانبه قال وزير خارجية لتوانيا إن عزل روسيا اقتصاديا لم يصل إلى مستوى العزل التام وقال إن موسكو تستخدم بنوكا غير خاضعة للعقوبات للتحايل عليها الحصار الاقتصادي على روسيا لم يصل إلى مستوى العزل التام وقد سمعنا أنه كانت هناك محاولات لاستخدام البنوك غير الخاضعة للعقوبات للتهرب من العقوبات الموجودة بالفعل لذا يجب أن نغلق جميع الفجوات المحتملة وجميع مصادر الطاقة التي نستخدمها لأننا لا يمكننا أن ندفع ثمن النفط والغاز بالدم الأوكراني